في إنجيل لؤة أصحاح 15 نشوف الإبن الضال وقد ترك بيت أبيه ولحظه إذا تركت هتخسر ترك أب والحقل ترك إنتاج المزرعة ترك البركات خير الآب ومحبة الآب وحين ترك كل هذا لم يكن يعلم أنه قد خسر عمره ما كان بيفكر والجزء المثير في هذه القصة وأنا بأراها خلال الأسبوع اللي فات اكتشفت أنه لم يكن يعتقد أبدا أنه هيخسر كان يعتقد أنه يترك الآب ويترك بيت الآب ومش هيخسر وهي نفس الكذب القديمة التي كان يقولها إبليس تقول الناس ولي أنا أيضا اليوم تقدر تسيب البيت تقدر تسيب كل شيء ومش هتخسر بص كل اللي عندي أنا عندي أموال عندي حفلات عندي موضع كتيرة لكن ممكن موضوع ياخد وقت كان بيشرب الحشيش يمكن كان بيشرب حاجات كتيرة يذهب للنوادي يدفع لكل الناس اللي حواليه يعني يبقى فرحان قوي ومبسوط وأنا مخسرتش ولا حاجة ممكن ده يحصل في دقائق لكن أؤكد ليكم أن المبدأ سيظل أنه إذا تركت بيت الآب سوف تخسر أشياء هامة جدا وبعد قليل تجد نفسك في حفرة من الطين مفلس خالي اليدين لكن أقدم ليك النهاردة خبر صار لا أذال أقول وأن الآب ينتظر ويقول ارجع إلي ارجع إلي إذا رجعت إلى ما خدتركت فسوف تستعيد ما خسرته أعاوز حد من الاختبر كده يعطي تلرب تسبيح ومقدم للرب كلنا تسبيح لأنه نقدر نرجع وهناك رحمة كثيرة يا يسوع هناك رحمة كثيرة يا لا يستطيع أحد أن يترك البر ما حدش يقدر يترك مخافة الرب ولا يخسر وقد لا يحدث هذا في الحال ترك وخسر وهكذا تفعل أنت البعض منكم يعيش في منزلق حاد خسر كرمته خسر حقله خسر كل الإنتاج وبيأكل الخرنوب البعض يعتقدون أنهم يمكن أنهم يتركوا الحقل لكن يحصلوا على المحاصيل هتفضل تخسر إلى أن تعود إلى ما تركته شكرا لله أن عندنا فرصة أن نرجع وفي بعض الأحيان لا تدرك أنك قد تركت إلى أن تفقد وتخسر وفي بعض الأحيان يرسل لنا الله انذار لكي ينبهنا أننا قد تركنا تكريسنا له لما بدأت البزنس الجديد بتاعك كنت بتركع على ركبيك لكنك الآن مش محتاج إليه خليني أوعز لنفسي لما بدأت هذه الكنيسة كانت كل وعزة كانت كأنها مأساة وما زلت لأعرف أن أعز أي وعز يجي لك ويقول لك اديني الميكروفون أنا بعرف أوعز كويس قوي عارف لكن لو في واحد عنده دعوة حقيقية دايما يقول لك لا أنا مش عايز حد تاني أوعز حد تاني يكون يعرف أحسن مني لحد دلوقتي كل يوم أحد صباحا بشعر بألم في بطني قبل الاجتماع ما كانت شوفة فرودة أقول لحد الكلام دا برتعب وإذا إذا سمحت لهذا الشعور أن ينتابني كان الخوف هيمنعني وعلي دايما أن أرجع وأتذكر أنه حينما أنا ضعيف فهو أقوى أنا لم أسير كل هذا الطريق حتى آتي الآن وأترك قوة الله إذا تركنا الروح القدس يا أشعر أنها بتدي عواز الكنيسة في يومنا هذا قد فقدت بعض الأمور فقدنا المعجزات والآيات والعجائب فقدنا معمودية الروح القدس فقدنا قوة التسبيح والإيمان وتملكنا عدم الإيمان والسبب أننا قد فقدنا هو أننا قد تركنا رسالة صفر الأعمال أصحاح 2 خلينا نرجع للينا تركناه خلينا نقول للناس أن هناك قوة في الروح القدس توجد قوة في دم الحمل توجد قوة حين تصلي بلغة السماء وإذا رجعنا إلى ما تركناه سوف نستعيد ما خسرناه سوف يشفي اليوم سوف يحرر اليوم سوف يحرر المدمنين مخدرات يحرر المدمنين من الخمور اليوم أنا ابتديت الكنيسة دي وكان الروح القدس هو شريكي في الخدمة وإذا تركت سوف أخسر قوته ومسحته الغالية كذلك أنت أيضا وكنيسة اليوم أيضا فقدت فرحها أصبحنا كمؤمنين مسلوب من الفرح لنعود إلى التسبيح توقفوا عن النوح توقفوا عن التزمر وعن المرمرة البسوا رداء التسبيح اتركوا الروح الثقيلة وارفعوا أيديكم إلى السماء واعلنوا أن الرب صالح لأن الامتنان هو اتجاه القلب الصحيح للنهضة وإذا كان عندك قلب شاكر فإن الرب سوف يصنع نهضة في حياتك كلنا نقف ونسبح الرب بصوت عالي هاللويا هاللويا ارجعوا إلي فأرجع إليكم يقول الرب